التغيير سمة العصر وعلشان يتغير لازم نفهم إيه اللي حيتغير فينا والتغيير مش شيء سهل التغيير بياخد وقت ولو عايز تعرف أكتر تواصل معي أنا سحر السلموني مدرب فن الحياة وتطوير الزاد الفرق بين مدرب التنمية البشرية واللايف كوتش هو نفس الفرق بين اللي بيدرس واللي بيعلم مدرب التنمية البشرية بيدرس لك منهج إنما اللايف كوتش بيعلمك إزاي تتعلم علشان الناس تحترمك لازم تحترم نفسك إنت الأول وعلشان الناس تحبك لازم تحب نفسك إنت الأول وإنك تحب نفسك مش معناه تبقى ناني ولكن تبقى عايز تشوف نفسك دايماً أفضل تحياتي أهلا بيكم رسالتنا النهاردة أهلينا عارفوا يربونا لكن إحنا معرفناش نربي ولدنا عشان كل اللي أهلينا منعونا منه زمان من غير ما نعرف ليه أباحنا لولادنا بحجة المدنية علموا ولادكو إن الجواز مش شقة وعفش ولا حتى فرح الجواز شراكة الجواز مفهوم إحنا مش أنا وإنت علموا ولادكو إن السخرية من ناس والترياءة على كلامهم مش خف الدم ولا معناه إنك أنت الواد الفط بالعكس دي قلة أدب وعدم رباية وسفالة علموا ولادكو إن لو وعد حد بحاجة لازم ينفذها خلف الوعد مش شيء سهل خلف الوعد من صفات المنافقين أوعى تبقى منه الفرق بين ولاد الناس واللي مش ولاد ناس هو الألفاز اللي بيستخدموها في التعامل اليوم كلما رقد الألفاز كلما كان الشخص محترم من ناس علموا ولادكو إن التحرش مش بس بماد الإيد التحرش ممكن يكون بكلمة أو بنظرة أو حتى بإشارة من الجسد علموا ولادكو إن المتحرش حراوي يزل زمن مادي تقاص فيه كل شيء بالمادة أصبحت القيم الإنسانية والمبادئ شيء نادر الوجود فلو لقيتها يريد تحافظ عليها ولو عندك احتفظ بها الصداقة مش قاعدة حلوة ولما على القهوة الصديق الحقيقي هو اللي حردك على الخير ويتمنى لك الخير ويسعى لك في الخير ووقت شدتك تلقي غير كده متعتبرو الصديق مش معنى إنك قابلت ناس في حياتك الناس دي تلعد سيئة معنى إن العالم كله سيئ لأ إنت لازم تراجع معايير اختياراتك للناس ومش كل حد تقول عليه صحبي الصداقة بين رجل وامرهة في الوطن العربي كله لأن ما زال الرجل ينظر للمرأة على إنها جسد والمرأة تنظر للرجل على إنه محفظه إلا مرحمة ربي ما فيه الصداقة من رجل وامرأة في مجتمع يتحدث عن الشرف ويتظاهر بالقيم وهو في الحقيقة لا يفكر سوى في جسده أهلا بيكم رسالتنا النهاردة أولا أنا مش واقص ديني ولكن زي ما فيه مراحل تعليمية إعدادي وسنوي وجامعة فيه كمان ديانات ساموية يهودية ومسيحية وإسلام الفرق بين المسلم الحق والمسلم المتشدد إن المسلم اللي بجد شغل نفسه بالعلاقة اللي بينه وبين ربنا لكن المتشدد شغل نفسه بالعلاقة اللي بين الناس وبين ربنا النصب له أشكال كتير جدا مش لازم يكون نصب فلوس ممكن يكون كمان نصب مشاعر وأسوأ أنواع النصب هو النصب باستخدام الدين كل واحد بقى عايز يتشهر يروح يهبت في الدين والله العظيم الدين بريء منكم إنت يا أخي اللي قاعدينيك مش عايز تفتي إنت كمان في الدين وتتشهر ولا أنت يا أختي اللي هناك فرق كبير قوي بين الخلاف والاختلاف فالخلاف يؤدي إلى الجدل إنما الاختلاف يؤدي إلى التعايش وتبادل وجهات النظر والفرق حرفة الحاجة الوحيدة اللي تخلي الإنسان يلتزم بالمعايير الإنسانية والأخلاقية هي الوازع الداخلي اللي اسمه ضميره فلو ما تضميره ما تكلمنيش على أي حاجة العطاء نعمة من نعم ربنا عمينا والعطاء مش بس فيه العطاء كمان نفسه تبتسامة في وجه أخيك عطاء كلمة غيبة عطاء دعوة بظهر الغير عطاء الخوف فكرة عقلية بتتولد جوه الإنسان وتكبر بسبب تجاربه السيئة أو تفسيره الخاطئ لهذه التجارب اللي ما تقدرش تعمله قدام الناس ما تعملوش بينك وبين نفسك لأن اللي انت خايف منهم دول ما يملكوش عليك حاجة الأولى إنك تخاف من رب الناس رسالتنا النهاردة عن الخوف من الله هو الخوف الوحيد المستحب إنك تعمله لأنه مقترن بحبه فلو ما خفتش من الله يبقى أكيد عندك حاجة أغلط أهلا بيكم رسالتنا النهاردة كلنا جوانا الخير والشر ولكن الشخص المدرك لذاته هو بس اللي بيقدر يخلص الناس من شره ويوريهم كل الخير اللي جوانا وإذا كنت فعلا عايز تدافع عن الرسول الكريم دافع عنه بأخلاقك اظهر لنا أحلى ما فيك تحياتي فدلوا يتكلموا عن الخشة ويقول لنا اللي اختشوا ماتوا الخشة في الرجال يولد الفقر اللي يختشي من بيت عمه لغاية ما في الآخر الخشة راح ومرجعش مش لمجرد أن راجل عرف واحدة تانية على مراته أو اتجوز واحدة تانية يبقى اسمه راجل خين لأن الرجل عنده التعددية أساساً لكن الخيانة أنه يبقى كذاب وينكر الرجولة مش دقن وشنب ولا خانة في البطاقة الرجولة يعني أخلاق الرجولة مواقف الرجولة احتواء الرجولة كلمة شرف الرجولة معرفة للحقوق الواجبة الأنوسة مش كعبة عالي وشعر متلون ولا لفس عريان وبرندات الأنوسة حياء الأنوسة أخلاق الأنوسة تربية الأنوسة مسؤولية في فرق كبير جداً بين المرأة المراهقة والمرأة النطقة فليست كل امرأة أنسة ولكن كل أنسة امرأة تحياتي المراهقة مرحلة عمرية نفسية بيمر بيها كل من الرجال والنساء فيه ناس بتقدر تتخلص منها لما تكبر وفيه ناس للأسف بتعيش بيها وفيه ناس تانية بتعودها على الكبر أهلاً بيكم يوم جديد سعيدة على كل المتابعين أحلى حاجة في اسكدرية المطر وقت الشتاء الجوة بيبقى تحفى بس أوحش حاجة لما الشوارع تتملى ماء سهلة قوي إنك تبقى قليل أدب ولسانك طويل وبتتلفز بألفاز بزيئة لكن صعب جداً إنك تبقى محترم ويبقى لسانك لا ينطق إلا طيب أوعى تتخلى عن مبادئك تحت أي ظروف حتى لو العالم كله بعد عنك خليك زي ما أنت وإوعى تبقى حد دايما أوعى تخسر مبادئك تحت أي بندم البنود لا فلوس ولا مناصب أوعى تبيع نفسك لإنك ما تقدرش بتمل المشاعر السيئة اللي بتتكون جوه كل إنسان نتيجة للغضب والحقد والحسد كافية إنها تبوازله حياته وتدمرها الناس اللي قاعدة بتتدعي الشرف قدام الناس كل واحد أضرب حاله بس عايز أقول لكم حاجة إيه فايدة عفة الجسد إذا كان الفكر عهيرا ثقافتين مهمين جدا لازم نتعلمهم علشان نعيش حياتنا بسعادة أول ثقافة ثقافة الاعتذار إنك تقول أنا آسف والثقافة التانية هي ثقافة الامتنان أو الشكر أحد الأسباب اللي بتمنع التواصل الجيد بين الناس إننا لما بنسمع بعض بنسمع بعض علشان نجاوب على بعض مش علشان نفهم بعض ودي مشكلة فعلا أهلا بيكم التواصل الاجتماعي مش رسالة نقولها لبعض الصبح على الإنباكس ولا حتى على الواتساب التواصل الحقيقي إنك تعرف أفكاري وعرف أفكارك وتتقبلني وتقبلك وممكن يحصل بيننا بيزنس معظم الخليفات اللي بتحصل في العلاقات بين الناس بتبقى بسبب كلام ما تقالش أو كلام تقال وتفهم غلط أو كلام كان نفسينا يتقال وما تقالش بتقابلهم وتتحك في وشهم ومن وراهم بتقول عليهم العبر طب لما تحكي من وراهم بقى أحكي الحقيقة مهما ينفعش تبقى منافق وكمان كذاب الإخوة مش اسم شبه اسمي في البطاقة بالعكس فيه إخوات كتير قوي ممكن تقابلهم في حياتك ما يبقوش ابن أمك وأبوك السوشيال ميديا بتعد من أهم وسائل حروب في العصر الحديث فيترى وانت قاعد على السوشيال ميديا وبتشاير بوست انت بتشارك في الحروب دي ولا انت واعي وعائل الغرور مش صفة من صفات العلماء واللي عندهم علم فلو قابلت في حياتك إنسان مغرور وكان يبداعي العلم أو يطلق على نفسه عالم فاعرف أنه جاهل الفلوس عمرها ما كانت بتعمل بناء أدمين لكن البناء أدمين يقدروا بسهولة يعملوا فلوس والفرق بين ولاد الناس واللي مش ولاد ناس الألفاز النظافة مش إنك تاخد دوش وتروش بيرفيوم النظافة الحقيقية هي نظافة قلب هي نظافة أفكار هي نظافة ضمير والله تستعمله الكولور يكون أفضل زي ما قالوها زمان الصدق منجي والكذب خيبة الكذب بيقللك في عيون الناس الكذب بيخلي الناس ما تسقش فيك الكذب بيخلي الناس ما تحترمكش يعني يا جماعة اللي سايب مناخيره عند الناس لو سمحتوا يشيل مناخيره يعني مش كل حاجة تحشر فيها مناخيرك مش بأقول كده يعني شيل مناخيرك من عند الناس عشان تريح الناس وترتاح أسهل حاجة في الدنيا النينة نفتي عارف الشيء الفلاني أه طبعا عارفه لما يجي يدخل في الشيء الفلاني دا تكتشف انه ما يعرفش حاجة الفاته لأصوله يا جماعة لازم علشان تفتي بقى عندك معلومات ولا إي رأيكم الدنيا بتعمله زي الزرك في مروضين أسود وفيه ناس بتمشي على الحبال وفيه كمان بلياتشو الناس بتتحك عليه يا ترى انت مين فيه انت مروض الأسود ولا انت البلياتشو ولا انت اللي بتربس على الحبال الحياة مسرحية كبيرة كل واحد فينا مكتوب له دور يمثله فيها والشاطر اللي يعرف يقدي دوره بإخلاص وما يخرجش عن الناس كتير الفرق بين الثقة بالنفس والغرور شعرة وعلشان يحصل لك الثقة بالنفس دي لازم يكون عندك أهم حاجة اللي هي المعلومات تكون مثقف ترجمة نانسي قنقر